اشتركوا في القناة مع الكمال على سفر وقصت دائماً مع شرب الموية انا اخذ دائماً هذا الكو بحبه واخذت صراحة هدية من المؤتمر بس مرة جميل وياخد تقريباً مقدار كوبين موية بكل مراش زي مسجاي بي صح صح غسلت وجهي في الرجل أسناني وحطيت كريم مرتب لبشرت لأنني قد بشرت فيها كثير اماكن جفاف اظن عشان هذا الايام محر كثير وما استكترت استحض بواقع الشمس والحر والمشي صار عندي جفاف في جسمي وماجد ما اظنني اشرب كمية موية فاية اه اه فالان احا ابدأ بعد صحيته صح صح جاي اشرب موية مرة ثانية موسيقى اه وراح ابدأ صور المقطع الفيديو الحيقة جديدة انشاء الله وبعدها اذا في وقت راح اتحمم انا هالي هي قهوة مفضلة فانكو اه هنا ميديوم روست و اسويت اخوة في الفلتر الفلتر من المرة اللي فاتت احط فلتر جديد احط كمية القنوة اللي احبها بالعادة اذا اني ابو اصحصح كثير احط احط تقريبا تهات ملاعق كبيرة اذا انو ابوها خفيفة احط ملاكة ونص اذا ابوها وسط احط بس ملاكتين و ازيد وانكس حسب ماني حاب اليوم حاب اني احط ملاكتين ونص تكون وسط ليلة ثقيرة شوي كل واحد يعدلها حسب القهوة يعني اللي هو يحبها اللي مزاجه توقف بعد ما استمتعت بالقهوة وعلى السرير سراحة رايح اصح الليال وممكن العب معهم شوي قبل نوديهم للحضانة وناو يلوم ان شاء الله دامن عندي وقت وصاح يتبدري كفاية وصاح صاح تبدري اني ان شاء الله امشي امشي يسفة 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 ليس الآن خلصنا شيء وراجع البيت الصباح الجو جدا حلو مشمس واليوبي انديكس كان سفر المبادات وراجع البيت الصباح انا مقصودة ان اخذ فائدة الاشيعة تحت الحمراء والآن فائدة الاشيعة فوق والسجيل لا تجلب اضرارها قدر الامكان حطيت سلسكرين خفيف ما حطيت كمية كبيرة على هذا الشيء ولابسة نظرات يحمي اشيعة فوق والسجيل كما تشاهكم بدأت تقميك شوي لان اليوبي انديكس بداية افتفع كمان اقعد تقريبا ربع ساعة زيادة عشان اخذ فيتامين دي بعد ما صحيت اليال لبستهم يعني لبست خليتهم يلبسوا ساعدهم بسا سوا نموح بحث السريل وشفين ايامين مر مية بالمية كيف بقول يعني بفاكت على وجه الكمال انو هم اللي سووها انا ساعدهم دايما وبعدا لما رزهم بعد ما جيت البيت كمان شوية ترياضة وصويت شغل والحين قعد احضر لي اول وجبة طبع ايو شربت كهوة هذا حموص انا كنت فرزنته لي احسو اهويته قبل كتر او فرزن جزء منه عشان اذا جيت ولا ما عندي وقت زي اليوم اثنا مشغولة او ما اي مرة مشغولة بس اني حابة اني ما اضع وقت كثير على الطبق كثير كما اني اقضي اشياء اشجل تسويها دايما اني قاعدة في البيت استغل الوقت وانا ازلت حموص فرزن اكله للاشا وهذا الان قاد حطها كوسا واسبرغس روس الاسبرغس اعملتها من قبل بقى بس العنق حق الاسبرغس فماني شكله عجيب وهذا سمك في البيت يأ تقريبا احطيت بس شوية ملح وفلفل اسود وكسبة ناشفة تقريبا مجموعة الكالوري الخضار مع السمك وراح كمان افكش حبتين بين وقحة يعني تقريبا مجموعة الكالوري على هذا حول 500 يعني كويس كفاية ومليام بروتيناتو و بروتيناتو فايبرغس ألي عم ساعدة قريبا او صبحت توقت الظاهرة لا توقت الظاهرة حسنا حسنا بعد ما احطيت الكوسة والاسبرغس صاروا لينا من جوا وتبخرت الماء اللي حطيتها خليتها تتشوح بعدين حطيت السمك الفليت وصرت اقلب الخضار حتى لا تنحرك وتتحمر وتتقمر وبعد ما تتحمر السمك من جهة قلبته وفقشت البير وحديت النار لحيث انه يستوي على هدوء ويتقل الجهة ثانية من السمك الفضار وتتحمر ونزل ما تنحرك إلا حابين سوون هذه الوصفة فراه هو نديدة ومغذية وتتحسسكم بالشبعة انا مرة جايانة وعطى ااكل نم 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 راح اروح على الطاولة وابدأ في الاكل طاول عشان ااكل وقلب في الاكل ذكرت انه انسيت اقول لكم اني حطيت كمان ثوم بودرة عشان انا حبسة راح اطعمة ثوم في الاكل جايا ايه لقدت عدتي الان شعيدة دارت لان الى حيدة كمان جحس توفر جستيمت المكان التصوير اني نعم اخترت كون لي snapped من في التصوير من شالد حابة اني اعرفكم على نفسي في الليلة أستعمل هذا الدبدوب لما أبقى أضبط فوكس الكاميرا لأنه صعب لما أحط بيني وبين الكاميرا مسافة وأضبط الفوكس فأصير أحط الدبدوب وينما كان ما أنا أبقى أجلس وأضبط الفوكس حق الكاميرا يعني عدد يعني عدد سيت بحاجة ضريبة وحبيت أوريكم ضبان أنا أفتط على عمودة اللمبة ويأ هذا الطريقة لما أن الواحد يصور نفسه لحاله ما في يكون عنده كاميرامان أو أهلي سادة على التصوير بعد ما جهست الإضاءة الكاميرا ومكان كله أبط الفوكس حق الكاميرا الآن أبدأ راح أصور عاليش على الكرسي المتواضح وعلى إعدادات التصوير المتواضحة خلص تصوير والآن راح أحط المقاطع اللي صورتها للحلقة من الكاميرا على اللابتوب وأجحز لإدتينغ حق الحلقة لفيديو الحلقة وإن شاء الله راح أتروش حمام جيد يمديني أعتقد قبل ما أخذ العيال إذا ما أمضاني قبل ما أخذ العيال مو مشكلة أصير أسوي بعد ما ألومهم تجهيز للحلقة بس يعني تجهيز لها بما فيها الثامب نيل الكلام اللي راح أحطه خلال الحلقة إلا ما تطلع أشياء وقت الإدتينغ بس عمما حاليا هذا هو اللي أجهزه والآن الساعة تقريبا ثلاثة وعشر مساء راح أتحمم وأتجيب العيال من الحضانة وإن شاء الله بعد ما أخذ العيال من الحضانة وأكلهم عشيهم وحطهم طبعا ينامون أروح أعمل تحرير للحلقة وإن شاء الله تنشرها قلت بما أني اليوم راح أتحمم شوية أكثر من الحمام الأتيادي راح أخذ راحتي أسوي لدي تقشير بالحمام المغربي اللي أنا سويته صابون المغربي بحضرته بنفسي فقلت ليش ما أوريكم إيش راح أستعمل عشان أسوي هذا التقشير شوفوا هنا عندي هذا الصابون هو صابون الغار بشرته وبعد ما بشرته ذوقته في خليط من زيت الجودسرين زيت الكوكونات اللي هو جوز الهن وزيت اللوس إلى ما ذاب طبعا الآن هو شبه كيف أقول يعني زي الجلي بس ما شوي متماسك وبعدين أخذتهم وحطتهم بالخلاط عشان كده أشوفوا الرغوة هذي طالعا كانت نخلط أمام فأنا راح أشزوي راح أغسط جسمي بموية دافية بعدين ما راح أسوي بخار كثير إنه ما عندي وقت بعدين راح أدهن هذا الصابون على جسمي أفرك بالليفة المغربية بعدين راح أسوي تقشة صنفرة بالهذا هذا اشترته صراحة من السعودية رغم أنه أكتوب عليه الصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية لكن ما ألقاه هنا فلما نأزل سعودية وهو أستغل للفرصة أشتري أشياء اللي أنا أفكدها صراحة في كندا وصعب مرة أني أنا ألقاها حتى لو أنا أطلبها أونلاين خلص ترويج والآن راح أستعمل زبدة الكاكاو مع شوية من زبدة الشياء أو شو حطها على جسمي ما راح أحطها على وجه هذا المرة ولا على الرقبة لأن راح أطلع بعدها للشمس وممكن أستعمل كمان زيت جوز يعني راح أخلط هذه الأشياء مع بعض أو ممكن أحط واحدة لحالها بما أني هنا على الطاول أحب أوريكم هذا الزيت هذا الزيت يعني مرة مرة حلو للإصرخاء ريحته تبعث النشاط والراحة في رفز الوقت أنا في العادة أحطه لما أكون شوي متوترة أو أني حاب أني أريح وأسوي استرخاء نفسي أو قبل النوم بعض مرة أستخدم كمان زيت اللابندر خليني لحظة أوريكم المنتج هذا هو زيت اللابندر اللي أنا استعمله طبعا فيه كمان نوع ثاني من زيت اللابندر استعملها بس هذا يعني حالي اللي متوفرين دي في البيت اشترته من كيهو بعد ما تروش ودهنت شعري وجسمي ومشط شعري ولميته ولبست لقيت أنه عندي تقريبا نص ساعة أني بروح بالسيارة عشان أجيب العيال أو أني أطلع الآن أمشي أروح أخذهم بدل ما أروح بالسيارة فقررت أني أروح بالسيارة وأستغل نص ساعة هذه الفيديو اللي راح أنزر إن شاء الله خلال هذا اليومين وما ننسى نشرب موية شرب موية شرب موية شرب موية يعني تقريبا خليني أفلتري موية زيادة وأشرب الكوب ونصر الآن موجودة هنا بما يتعلق باستعمال واق الشمس يعني شوف حتى وذر كندا حوال الطقس الكندية اللي هي مسؤولة عنها حماية البيئة والطقس أو وكالة البيئة والطقس في كندا وستعمل واق الشمس حتى ساعة فلانية وشوفوا يعني الآن يوبي إندكس الثالث اللي يعتبر مدرجة ريسك ومع هذا مكتوب أن يستعملوا إلى الساعة 5 لأن يتوقعون في الساعة 5 راح يكون اليوبي إندكس أقل من 2 فدائما مهم أن الإنسان يمارس الأشياء الصحيحة ويقرأ القراءة من أهم الأشياء يلا خلوني أكمل حتى أصبح أخذ العيال إن شاء الله بعد من الساعة أنا أخذ العيال تأخرت أنا أخذ العيال أنا أخذ العيال قدم Legacy تطبيقات أصبح تطبيقات تطبيقات ضع اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة